على هامش التصعيد العسكري الذي تلوح به الحكومة لحسم المواجهة مع الانقلابيين في صنعاء تجري في عدد من عواصم الإقليم تحركات ذات علاقة بإحياء المسار السياسي للأزمة اليمنية العصمة السعودية الرياض تشهد اجتماعا خماسيا يضم وزراء ومسؤولين من كل من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والروسيا وبريطانيا مصادر حكومية يمنية قالت أن ترتيبات عقد لقاء لوزراء خارجية الدول الخمس استكملت في الرياض حيث سيقف الاجتماع المقرر هذا السبوع مام الأزمة اليمنية والسبل السياسية لحلها ودعم جهود المبعوث الخاص باليمن إسماعيل الدشيخ أحمد الذي يحضر لجولة قادمة من المحادثات في نهاية الشهر المقبل هذا اللقاء هو الثاني من نوعه وبعد أن كان اجتماعا رباعيا في لندن الشهر الماضي صار الآن خماسيا من ضمام روسيا فيما يبقى الغائب الأبرز فيه هو الحكومة اليمنية وهو ما قد يشير لأن هذه المجموعة ستبحث حلا يحاول أن يكون وسطا بين رؤيتين الحكومة والميليشيا على النحو الذي تصر عليه روسيا في مجلس الأمن القاهرة التي يتواجد فيها وفد من حزب المخلوع والقياد في ميليشيا الحوثي يحيى الحوثي وصل إليها أيضا رئيس الحكومة أحمد عبيد بن داغر على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وفيما من المؤكد أن الزيارة ستبحث عددا من القضايا الإجرائية فإن الملف السياسي سيكون حاضرا أيضا مع توقعات بأن هذه الزيارة تأتي في إطار البحث عن دور مصري أكبر في دعم السلطة الشرعية وإبطال مفاعل زيارة وفد حزب المخلوع للقاهرة قبل أيام لم يتم حسم خيارات الأزمة اليمنية حتى اللحظة وفي حين يبدو خيار الحسم العسكري خيارا واقعيا في نظر البعض يبدو الموقف الدولي مستمرا في عرقالته لمثل هذا المسار ساعيا للبحث عن صيغة سياسية تخرج بالأزمة اليمنية إلى الضفة التي يريدها